الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمغتب كات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلانكم تذكرة وتعيها أذنوا واعية فإذا نبخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملت على أرجائها ويحمل عوش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظلنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوبها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مادية هلك عني سلطانية خذوا فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام النسكين فليس لو ليوم هامنا حميم ولا طعام إلا من غسرين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أبسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحدنا نحاجزين وإنه لذلك رسل للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم